بريكس الراجل بيقولك ان الاقتصاب بتاعهم او الناتج المحلي بتاعهم بينمو بطريقة او بوتيرة اسرع من نمو الناتج المحلي لمجموعة الجي سافن فجيم اونيل بيقولك انا براهن على بريكس انها في المستقبل هتغلب الجي سافن او ان الجي سافن هتشوف ان مجموعة بريكس دي خطر بيهددها وحتضطر تنضم لها او تندمج معها فهيبقى حاجة اسمها جي سافن بريكس بس ده الروحان بتاع جيم اونيل على فكرة دي معلومات تقل او مرة في بلومبيرج ان ده الهدف الاساسي لبريكس انها تنافس الجي سافن وشايفين ان الجي سافن هي دي الخطر الاكبر او العدو الابرس لان هم دول اللي بيحطوا نظام المالي العالمي لكل عالم بس دول دول غربية من روجة نظر بريكس يعني فهم عاوزين يعملوا كهان تاني ماشي المجموعة فضلت ماشي هكده لحد 2009 انضمت ليها جنوب افريقيا سؤال سؤال ليه جنوب افريقيا يعني ليه منظومة بريكس اللي بتضم برازيل روسيا الصين الهند ليه اللي يختاروا جنوب افريقيا ضموها